أعلنت البعثة الأثرية المصرية في مؤتمر صحفي عالمي عن كشف أثري جديد بمنطقة أثار سقارة ونجحت البعثة في كشف عن أكبر ورشتين للتحنيط بكامل محتوياتهما إحداهما أدمية والأخرى حيوانية بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقاء الأثرية كنوز وأسرار لا تنضب من أرض الكنانة لتبوح لنا بأسرار عظمة القدماء المصريين فتزينت منطقة سقارة الأثرية باكتشاف أثري جديد من الأسرتين الخامسة بالدولة القديمة والثامنة عشرة بالدولة الحديثة نعني للكشف عن أكبر ورشتين تحنيط آدمية وحيوانية في منطقة سقارة ورشة اللي احنا بنتكلم فيها احنا وقفين عندها دلوقتي دي الآدمية السراير اللي كانت بتتغسل فيها الأكساد بنلاقي فتحة صوارة مسميها المزراب اللي كانت بتنزل المية بعد الغسيل لقينا الأدوات اللي استخدمها المصري الأديم في فتح الجسد عشان يطلع معدة وأمعاء وكبد ورقتين لقينا بعض من الأواني الكنوبية اللي كانت بتسمى أواني حفظ الأحشاء أثناء أعمال الحفاير لقينا برضو مقبرتين أهمية الكشف هنا أن الأول مرة بنلاقي أن ورش تحنيط ملحقة بالمعابد في داخل الجبانة هنا في منطقة سقارة وده يعني مستقبليا سيزيح السطار عن الكثير من الغموض الذي يكتنف ورش التحنيط في مصر بشكل عام وفي سقارة بشكل خاص الكشف بأياد البعثة الأثرية المصرية كشف السطار لأول مرة عن ورشتين للتحنيط آدمية وحيوانية تعودان لأواخر عصر الأسرة الثلاثين وبداية العصر البطلمي وعثر بداخل الورشتين على أدوات ومواد للتحنيط بالإضافة للكتان ومواد لحماية المميوات من التفاعل الكيميائي كما عثرت البعثة على مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية احنا شغلين في المكان ده من شهر 9 اللي فات كان الكمية الرديم زي ما انت شايف الدكتور مصطفى قبل بنفس المنسوب كده بدأنا نرفع الرديم واحدة واحدة ظهرت معنا الورشة التحنيط دي بتاع الورشة التحنيط الأدمي ثم الورشة التحنيط الحيوان ثم المقابر بعد كده مقبرة دولة قديمة أسرة خمسة ثم المقبرة الدولة حديثة أسرة 18 احنا فريق كل مصري همعا ما بهمناش ولا حر ولا شتا ولا برد طبعا بنردد بعض الكلمات اللي هي بتديها حافز لنا زي مثلا بنردد اللي معانا الله معاه واللي علينا الله عليه الصلاة عليه عم صلي لو فيه 80 عامل في الشغل بنردد ورانا بعض الكلمات ديها طبعا دي بتدي قوة وإجابية للعمال ما بيحسوش بتعب ولا حاجة إنه اكتشاف آخر مدهش وإنها لمفاجأة كبيرة لنا جميعا أن نرى ورشة التحنيط هذه والتي يبدو أنها الوحيدة والأكبر في مصر وقد وجدوا معظم الأدوات المستخدمة في التحنيط ويعد هذا إضافة كبيرة للأبحاث العلمية في عالم المصريات وأتمنى أن يجذب هذا الاكتشاف عددا أكبر من السائحين لسقارة أنا سعيدة ومتحمسة لوجودي هنا لمشاهدة هذا الاكتشاف بنفسي وبقبرت العديد من مواقع الحفريات مثل مصر ولذلك أنا مهتمة جدا فبمصر أينما تحفر ستجد الكنوز والحضارة طوال الوقت ويعد هذا الاكتشاف هاما جدا أعتقد أن سقارة ما زال لديها الكثير لتقدمه أما المقبرتين نيح ستبا ومنخ بن رع من عصر الدولتين القديمة والحديثة فكان اكتشافهما نتيجة عمل استمر لما يقرب من ثمانية أشهر منذ أغسطس 2022 التي بدأت بإزالة الريديم والرمال وصولا للكشف الأخير الذي يعد واحدا ضمن خمسين بعثة أثرية مصرية تعمل على مستوى الجمهورية متحف أثري مفتوح منطقة سقارة التي أداشت العالم باكتشافات أثرية مميزة تعود إلينا بسر جديد من أسرار التحنيط الذي حير العلماء وأكد على سبق وتطور الحضارة المصرية القديمة كاريم بيبرس التلفزيون المصري